إذا عدنا مرة أخرى للإتلاف وكان الإتلاف بيان فيما يتعلق بالزيارات التي تجريها الوفود العربية إلى دمشق هل تعتقد بأن الإتلاف يمكن تحت ضغط بشكل أو بآخر يتقارب مع النظام السوري؟ حقيقة هناك تسريبات كثيرة من زمان منذ سنتين على استعداد بعض الشخصيات في الإتلاف الشخصيات النافذة من المصالحة مع النظام والمحاصصة وأن هناك بعض الوثائق قد ودعت في الأمم المتحدة في قضية المحاصصة مع النظام هذه المسألة مطروحة وهذه بعض الإتلافيين وغير الإتلافيين يفسر حتى 2-2-4-5 على أنها هي حكومة تشاركية مع النظام بينما الثوار يرون تفسيرا آخر ويقول حكومة انتقالية بدون بشار الأسد فلذلك كله لعب على اللغة مثل أراضي احتلت أو الأراضي المحتلة في القرارات الخاصة بالشان الفلسطيني حقيقة نحن مدعوون إلى الإخلاص إلى العمل المنظم إلى العمل الاستراتيجي إلى وضع خطط إلى تخريج قيادات تحتكم إلى مؤسسات في نظام حوكمة وليس قيادات مفروضة فرضا علينا لا يستطيعون ماذا لو تقاربت هذه القيادات بشكل أو بآخر مع نظام الأسد ما خيارات الثوار خيارات الشمال المحرارة قالا نقبل يعني أصلا هذه القيادات هي موجودة بالخارج والأمر هذا طبعا رح يكون مزعج رح يؤكد نفسيا لكن المجتمع الدولي يتعامل معهم على أنهم ممثلوا الشعب السوري إلى الآن حقيقة الدول لم تعطي قرارها لهؤلاء بالذهاب إلى دمشق لكن أنا سمعت ومن سنتين ومن مصادر موثوقة على تصريح بعض الاتلافيين أنه على استعداد أن يذهبوا إلى دمشق ما خيارات الثوار خيارات الفصائل المسلحة اليوم في التعامل مع هذا الوضع هو المشكلة الحقيقة في السلاح أو القيادة العسكرية التي ليس لها قيادة سياسية مخلصة وواعية كما قلنا يعني فشل السياسيون السوريون وعلى رأسها الاتلاف الحقيقة وليس الكل في عنا الآن اللي يحاور هو الاتلافيين فشلوا في استثمار الانتصارات العسكرية صار فيه تمزق بالفصائل العسكرية وزار الدفاع خلّبية ليس لها في الواقع يعني مثلا وزار الدفاع ما بيمون ولا يستطيع أن يأمر قائد كتيبة حتى أبدا ولا عسكري لا يستطيع وهو يعرف ذلك يعني ليس العذر به يعني قد يكون هو من أشرف الشرفاء لكن الواقع ما في شيء اسمه سلطة وإنما مثل ما نقوله هو تسكيت وتسكين ألم السوريين إنه صار عنا وزار الدفاع وهيئة أركان وكذا وكذا هذا كل كلام فاضي ليس له أي واقع والإخوة الآن قادة الفصائل وزعماء العشائر والعساكر كل نعم يسمعوني الآن على الهواء مباشر يعلمون تماما أن وزارة الدفاع موجودة على الأوراق والتعميمات الخلّبية التي لا قيمة لها على الإطلاق على الصعيد الواقعي من يستفيد من هذا الخداع للشعب السوري المكلوم؟ حقيقة يستفيد بشار الأسد أنا برأيه ونظامه وأعداء الثورة السورية ولذلك نحن نحف أهلنا في الداخل السوري وجهاء المجتمع السياسيين المحامين الأساتذة المعلمين وجهاء العشائر والقبائل السورية ودعوة لهم أنتم الخزان الحقيقي للحاضن الشعبي يا زعماء العشائر ويا محامين اضغطوا شعبيا بالمسيرات بالحوارات مع قادة الفصائل يا أخي الذي يصلح من حطع الرأس ولا يصلح يقدم استقاله خاطبوا أبنائكم أخي يتمردوا يعملوا قيادة جديدة موحدة للمحرر نتساعد في عمل صندوق وطني سوري مالي للتمويل لأجل استقلالية القرار السياسي والعسكري كفانا بيعا بالأوقات كفى أهلنا نوما في الخيم تحت البرد والحر كفى استثمارا بالثورة أقول أنا الفاسدين في الثورة المستثمرين الذين أثروا وإن كنت تقول والله نحن بدلنا شهداء ونحن كذا ما أقول لك عطيني كشف في الحساب اللي عندك في البنك ما والكل طبعا البعض لا شك عطيني الكشف فأنت أخذت ثمن قتالك وثمن نضالك أضعاف مضاعفة فأصبحت أنت لست ثوري وإنما مستثمر بالثورة السياسي السوري الذي تماهى مع النظام أو تماهى مع روسيا أو تماهى مع من يطالب بتمييع الثورة السورية السياسي الذي لم يثبت على ثوابت الثورة السورية العسكري الذي لم يثبت الحقيقة أنك قد بدت آمال الكثير من السوريين وخاصة بوسطاء السوريين وأنت استثمرت في هذا الأمر على الصعيد المعنوي على الصعيد المالي الاقتصادي إلى غير ذلك أنت استثمرت كفاكم استحوا على أنفسكم مقا استقيلوا جلسوا في بيوتكم اعتذروا بدي الشرفاء يعني في القيادة السياسية السورية الثورية المحسوبة على الثورة خلينا نقول وفي القيادة العسكرية يعني عملوا مثل سوار الذهب كان رئيس دولة أنت أقل من رئيس دولة بمئة كيلومتر بألف كيلومتر استقيلوا عندما الرجل شعر أنه لا يستطيع أن يخدم أمته السودانية أو شعبه السوداني استقال أنت قائد كتيب استقيل إذا ما نكرجك قائد سياسي استقيلوا قول أنا فشلت وفشلوا معه وافتاح الصفحة وأنبه الشعبي لهذا حتى نأخذ العبرة من هذا الفشل ونعيد لملمة الأوراق من جديد عسى أن نعيد للثورة أيامها الأولى نختم بهذه الدعوة وهذا النداء وأشكرك شكرا جزيلا سيد صالح فاضل المحلس السوري كنت معا في هذه الحلقة برنامج الحقيقة بارك الله بكم حفظكم الله وأسأل الله النصر لثورتنا ونقول للأسد نحن قادمون إلى دمشق بأذن الله عاصمة الأمويين شاء الفرس أم كرهوا ولدول الخليج انتبهوا هذه عاصمة الأمويين اللي في يوم من الأيام كانت تحميكم أعيد وألقها مرة ثانية والله إن هؤلاء الإيرانيين هدفهم مكة هدفهم الكعبة وهدفهم دبي وأبو ظبي والدوحة والكويت إياكم ثم ألف إياكم شكرا جزيلا لك سيد صالح فاضل كنت معا في هذه الحلقة من برنامج الحقيقة المحلس السياسي السوري الشكر ومصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة وحتى نلتقي في أمان الله موسيقى